تعزيزاً للابتكارات والأعمال الإبداعية وحفاظاً على حقوق المؤلف وتشتيعاً لاحترام المساهمات الخلاقة التي يقدمها المبدعين الملكية الفكرية في حياتنا اليومية وأثرها على اقتصاد المنطقة عنوان للجلسة الأسبوعية لأمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز بقصر التوحيد بمدينة بريدة استعرض خلالها مفوم الملكية الفكرية وأثرها على الأعمال والمنتجات الابتكارية والعلامات التجارية كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية المسارات الفنية والمهنية ودور الهيئة في حماية حقوق المؤلف وتوثيق براءات الاختراع أمير القصيم أكد على أهمية الملكية الفكرية مؤكداً عناية واهتمام القيادة وسن قوانين تكفل حق المؤلف وتحفظ الملكية الفكرية المملكة الحمد اليوم تشهد زيادة كبيرة جداً في عدد طلبات الملكية الفكرية العالمات التجارية زادت من مقارب 26% براءات الاختراع زادت من مقارب 25% وغيرها من مسارات الملكية الفكرية تزيد على المستوى الوطني وليس هذا فقط ولكن حتى عالمياً المؤشرات العالمية المرتبطة بمؤشرات الملكية الفكرية من خلال المؤشر الابتكار العالمي قفزت المملكة 15 مرتبة قفزت 15 دولة أخرى لتصبح من ضمن المراتب المتقدمة هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بتحقيق رؤية المملكة وجهود وسواعد أبنائنا وبناتنا وتعمل الهيئة على حفظ وحماية الميز النسبية والابتكارات النوعية التي سجلتها منطقة القصيم وتسهم في تحقيق الأثر الاقتصادي نعمل اليوم مع القطاعات الرسمية في أمارة منطقة القصيم وفي منطقة القصيم من أجل أن نعزز من الوعي وكذلك نتأكد من أن الإنفاذ يعمل بشكل جيد جدا نريد أن يكون كل مبدع وكل مبتكر في هذه المنطقة صاحب ملكية فكرية يدافع عنها ويعظم أثرها وقيمة الاقتصادية تعظيما للأثر الاقتصادي والاجتماعي عملت إمارة منطقة القصيم في وقت سابق على تسجيل وتوثيق عدد من ابتكاراتها وخدماتها إلى جانب أبرز المنتجات الغذائية والزراعية التي تمتاز بها المنطقة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية علي لطينان بريدا